أنا شيخي عندي طبيب وعالجني بدوى يرفوق شد الأحزان رحنا في باب الله يرفوق شد الأحزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من درمات الوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام ويوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم ثم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما معكم في حلقات سلسلة خذ الحق والتحقيق ونستضيف اليوم علما من أعلام الأمة ووجها كريما ثابتا في سلسلة وحلقات الدروس المحمدية وهو فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرزاق الرفاعي أهلا بفضيلتكم سيد الكريم بين أحبابكم وفي بلدكم فضيلة الدكتور من أهم القضايا التي تشغل بال العصر وبال الأمة في وقتنا هذا هو ما نجده من الأخلاق والمحاسن ونحن نناقش موضوع المنهج المحمدي في الأخلاق والقيم في هذه السلسلة من الدروس المحمدية نجد كثيرا من المحاسن ومن الأخلاق عند غير المسلمين فهل هذا يسوغ أن نضع من قدر المسلمين وأن نضع من قدر حلاوة الإيمان ومن قدر التوفيق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفقه لشهادة أن لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعده فشكل الله عز وجل لكم هذه الاستضافة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع ثم الحديث في هذه الجزئية حديث يتردد على كثير من ألسنة المؤمنين وبالتالي يتساءل الإنسان عند عقد المقارنة بين المسلمين وغيرهم في حاضرهم اليوم وتكون النتيجة عند المقارنة أننا ندعو إلى دين عظيم جاء به رسول عظيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي ديننا كله أخلاق وكله تعاليم سامية فننظر إلى واقع المسلمين وإلى واقع غير المسلمين فنرى هذا الفرق وهذا البون الشاسع في البدء لا بد من الإشارة إلى أمر يعتبر من المسلمات أن تفضيل الإنسان على آخر لا يكون بمقاييس البشر وإنما هو بالمقياس الرباني الذي أنزله الله عز وجل وبيّنه للناس من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي به ختم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم كان خاتم الرسالات مهيمنا عليها ينفي ما دخل فيها من تحريف وتبديل وتغيير ورضي الله لنا الإسلام دين ورضي لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والقرآن كتابا ومنهجا ودستورا والله عز وجل عندما يخاطبنا في القرآن الكريم في عديد من الآيات تارة يخاطب بيا أيها الناس وتارة يخاطب بيا أيها الذين آمنوا بالخطوط العريضة الأساسية الكبرى فالتفضيل عندما ننظر إلى أفضلية إنسان على آخر لابد من الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم التي هي كلام الله عز وجل فالذي أنزل القرآن الكريم وهو كلامه هو الذي خلق الإنسان وهو عبده ولذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله عز وجل خاطب الناس جميعا المؤمنة وغيره فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونحن في حياتنا ننظر إلى سيرنا في هذه الحياة وتفاعلنا هل نحن في إقامة دائمة أو نحن ضيوف في هذا الكون وبعد ذلك تكون القيامة والوقوف بين يدي الله إذن الحياة حتى عند أولئك الذين حرفوا وبدلوا يتفقون عندما تسأل في جمهرة عظمى من البشرية ماذا بعد الحياة يقولون الموت وماذا بعد الموت القيامة إذن هذه الدار هي دار مؤقتة ونحن فيها ضيوف ونمر خلال فترة زمنية معينة ثم بعد ذلك ننتقل إلى عالم آخر بدليل أنه لا يوجد الآن أحد من البشر يزعم أنه ما زال حيا منذ آدم عليه السلام ولكن تنقرض البشرية وهكذا والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الحالة وقال أعمار أمة ما بين الستين إلى السبعين وأكدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بأن الناس سيموتون ويبعثون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبالتالي عندما تترسخ هذه المفاهيم بأننا ضيوف وسنرحل تعاملنا في الحياة تعامل مؤقت لكن بطاعة الله عز وجل أو قل بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فأنا إذا أردت أن أعيش في الحياة حياة كريمة أو عيشة طيبة أحتاج إلى منهج سليم من التحريف والتبديل وأيضا يكون مطلعا على مآلات الأمور وعلى حاضرها لأن الإنسان قد يحكم على حاضره بما يعلم لكن في مآلات الأمور في علم الغيب ما سيكون قد لا يعلم وهذا الأصل أنه لا يعلم ولذلك رب سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة الإسلامية وبيّن فيها أن هناك دورا يلعب في الحياة أو يؤدى وهناك مرحلة إضافية أخرى عند الله عز وجل تعرف بالحساب والجزاء ثم إما في خلود دائم في جنة عرضها السماوات والأرض وإما لا قدر الله أن يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا جملة الأخلاق التي نزلت معها أو وجدت في هذه الشريعة ونزلت في القرآن الكريم التزمها المسلمون سابقا ولاحقا من حيث الجملة فكانت مجتمعاتهم أرقى المجتمعات وكانت أحسن المجتمعات فبالنظر إلى التفضيل المادي المسلمون كانوا أرقى الأمم حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم وكانت رسالته عالمية وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وللناس أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة كانوا في زمنهم هم الأفضل من كل الشعوب ربي سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا كانت خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة بالمفهوم أنه لا يصلح لحمل الرسالة والأعباء إلا هذه الأمة فهذا تفضيل وإذا كان المقصد كنتم خير أمة أخرجت للناس في ذاك الزمن بالقيم المعروفة عندكم كالوفاء والشجاعة والمرؤة والكرم وما شابه ذلك فالعرب حيث الجملة ومكة بالذات قريش من حيث التخصيص كانت هي أرقى الأمة في تلك المرحلة ولذلك هذا يستدل على أنه لما جاءت الرسالة وعمت بين الناس العرب في البداية تناحروا في مثل هذه القضايا حتى يصلوا إلى بر اليقين إن صح التعبير ولكن عندما احتكوا بالأمم الأخرى تفاجأت الأمم الأخرى بوجود عرب يحملون رسالة على كثرتهم مع أنهم في البداية كانوا أبناء الحرم أو أهل مكة هم الذين يفضلون عندهم ولذلك ربعي لما التقى بالفرس وسأله قادتها من الذي أخرجكم من دياركم وجرأكم على غزو بلادنا القصة المشهورة أأنتم جياع فنطعمكم أو أنكم مختلفين نرسل إليكم من يصلح بينكم أو عرات فنكسوكم بيّن له أن المسألة تغيرت وأن هذه القيم التي كانت موجودة عند العرب جزئية أصبحت الآن كلية وهذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لها قواعد ولها عنوين قال نحن قوم ابتعثنا الله ننخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ثم قال بعث فينا رسولا نعرف حسبه ونسبه فأمرنا ونهان إلى آخر القصة المعروفة الشاهد هنا أنه يبين بأنهم كانوا في السابق على خلاف واقتتال لكن كانت عندهم جوان مرؤة وأخلاق عالية لكن بعث الله عز وجل فيهم الرسول على سبيل الاستفاء للرسول والاستفاء للأمة التي كانت فيها الرسالة وبعث منها النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا فيما بينهم يقيمون وزنا للأخلاق ولكن من جانب آخر كانت هناك ثغرات هائلة فقال أمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام أو الأوثان وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بمكارم الأخلاق وأمرنا بإفشاء السلام وأمرنا بإطعام الطعام هذه القيم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بقيت متلازمة مع الأمة في سفرها وحضرها في حلها وترحالها لكن مع الأيام صار هناك نوع من الضعف إن في المعرفة العلمية أو حتى في التطبيق للمسائل الأخلاقية من خلال الاحتكاك بالشعوب وما شابه ذلك أعود فأقول إذن التفضيل في الجانب الدنيوي حتى في ذاك الزمن كانت الأمة مقدمة على غيرها فلما جاء الإسلام زادها تألقا وجمالا فأصبحت أفضل من غيرها بالأمرين معا بالأمر الديني والدنيوي بالأمر الإيمان بينه وبين الله عز وجل أي الإنسان وبينه وبين المجتمع سواء علاقته بالإنسان أيا كان عموما علاقته بالمؤمنين على جهة الخصوص علاقته بما في هذا الكون من حياة علاقته بالبيئة علاقته بما ذرى الله عز وجل من القوانين يحترمها حتى يصل إلى نتيجة إيجابية عندما كان هذا الفهم الكلي للمؤمنين لطبيعة الحياة وما هم قادمون عليه في الحياة وما بعد الحياة كانت الحياة منتظمة وكانت أفضليتهم ظاهرة بادية لكل الناس من غير نقاش ولا خلاف ولذلك لا يمكن أن نضع المؤمنة والكافرة في سياق واحد الله عز وجل بين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إذن لا يستوي مؤمن بكافر من حيث أصل الإيمان ونشأة الإيمان وما يقوم عليه الإيمان من معرفة وتطبيق فالمؤمن لا شك من عرف الله عز وجل ووحده وآمن به وآمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وآمن بالملائكة عليهم السلام وآمن بالقدر وآمن باليوم الآخر وبالحساب والجزاء والجنة والنار هذا لا يستوي مثلاً عند الله عز وجل كأولئك الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتركوا الجانب الإيمانية يعني على كما يقال في آخر اهتماماتهم إن وجده لأنه الآن غير المسلمين يهتمون بتقوس إيمانهم في أكثر ما يكون في حالتين في حالة الزواج وفي حالة الجناز إذا مات يعني عندما يتزوج يذهب ليكون في مقام معين يجرى له عقد زواجه على طريقة معينة ولا يعرف بعد ذلك التدينة والذهاب إلى مكان العبادة ولا ما شابه ذلك وإذا مات يأخذونه أيضاً إلى مكان مخصص لتقام له تقوس معينة من الجنازة وما شابه ذلك أما المؤمن حياته كلها مسخرة في طاعة الله عز وجل حتى في مفهوم الحضارة الذي يتحدث عنه الناس اليوم نعم هؤلاء ربما أقاموا حضارة جزئية عرجاء يعني الجانب المادي أقاموا الجانب التطور العمراني أقاموا في جوانب متعلقة بربما حقوق الإنسان أو حقوق الحيوان أو تنظيم المدن ربما أقاموا أو الخدمات أو الاختراعات والاكتشافات ربما أقاموا جانباً كبيراً فيها لكن في جوانب أخرى خاصة في الناحية الإيمانية على الصعيد الفردي والجماعي مفقودة عندهم يضاف إلى ذلك بأن بعض المظاهر من الحضارة المادية الموجودة عند الآخرين إنما هي حضارة يعني لا تسمى حضارة لأن الحضارة يجب أن تكون متكاملة من العنصرين المادي والمعنوي أو الحسي والإيماني أو الدنيوي والديني الإسلام أقام هذا مجتمعاً إذا وجد تقصير من المسلمين فلا يعني أنه إذا تقدم علي الغير وهو غير مؤمن بالله عز وجل أو كان محرفاً لدين الله عز وجل أو كان خارجاً على النظم الإسلامية أو الدينية إن صح التعبير حتى لا يقول الناس بأن مفهوم الإسلام أصبح الآن خاصاً بالمسلمين أي بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلا المعروف أن الإسلام دين الله عز وجل وهو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعنى الاستسلام والإيمان بالله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام هذا دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام ولكن كل واحد من الأنبياء مع أمته لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً إذن تفضيل الله عز وجل للإنسان إنما يكون بمجموع أمور أعلاها أو الأساس فيها الإيمان الكل بالله وملائكته وكتبه والرسل إلى آخر أركان الإيمان ثم التطبيق العمل لآثار هذا الإيمان بما يعرف بسلوك أو التشريع وبعد ذلك يكون الإحسان هي مراقبة الله عز وجل أو يسميه البعض الإيمان الشهودي الإنسان لا يفضل على غيره في جانب واحد وإلا كانت المعادلة جزئية وكان الحكم ناقصاً أنا لا أفضل أحداً فقط لأنه مؤمن وأهمل الدنيا ولا أفضله لأنه أخذ بالدنيا وأهمل الدين وإنما بمجموع الأمرين كما الإنسان يعني عقل وعاطفة كما الإنسان روح وجسد كما الإنسان مادة ومعنى كذلك عندما أفضله يجب أن يفضل من هذه النواحي يعني ينظر إليه من الناحية الكلية أهو مع الله عز وجل بإيمانياته وسلوكياته مستقيم ومن ناحية أخرى هل هو قام بما أمر الله عز وجل به أن يقوم به يعني الإنسان مأمور أن يحافظ على الحياة ليس فقط أن يقوم بالحياة لأنه يحب الحياة وإنما يقوم بها لأن الله كلفه بذلك الفرق بيننا وبين أولئك أولئك يحرصون على الحياة بالحيث هي حياة على الرفاهية على الخدمات التي يتوصلون إليها حتى في الاختراعات والاكتشافات دائما حاجتهم مادية لتسويقها واستثمار الأموال التي ستأتي بعد ذلك وبالاكتشافات أو التطورات حتى في جانب السلاح للسيطرة على الشعوب وظلم الشعوب ونهب ثروات الشعوب واستعمار الشعوب وهكذا وهذا موجود لا يحتاج إلى تدليل لكن هناك جانب آخر أخلاقي يتعلق بعلاقة الإنسان بالله بتوحيد الله عز وجل كذا هذا الميزان عندنا المؤمن لا يستوي معه الكافر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار لهم طبائعهم وأصحاب الجنة لهم طبائعهم لا يستوي من آمن ومع الذي لم يؤمن ولم يسجد الله سجدة قط لذلك رب سبحانه وتعالى لما خاطب المؤمنين خاطبهم بالتكاليف وخاطب الناس جميعا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى لا تكون إلا من إيمان والإيمان لا يكون إلا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم النداء العام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عندما ينظر الإنسان إلى طبيعة الدنيا وآثار العمل الإنسان فيها هل يقوم الإنسان بالأعمال الدنيوية مجردة عن ملاحظة أجر الله عز وجل أو مراقبة الله سبحانه وتعالى في أن أمره بذلك أو بيّن له نبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينفصل المؤمن إيمانه يسيره المؤمن إيمانه يدبر له قضايا معينة حتى على سبيل الاختيار أو على سبيل عدم الاختيار في بعض المسائل فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه فريق من الصحابة رضي الله تعالى عنه وكانوا فقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور هم الأغنياء فإنهم يصلون كما نصلي ويصمون كما نصم وهذه بالمجان ولكن يتصدقون بفضول أموالهم يعني سبقون فكانوا يسألون عما يجعلهم أعلى رتبة عند الله عز وجل مع استقامة الحياة نحن مأمرون بإقامة الحياة دون ريب فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتموهم أو سبقتموهم قالوا بلى يا رسول الله ذكر لهم الحديث الطويل بخلاصة سبحان الله صدق والحمد لله صدق إماطة الأذى عن الطريق صدق إعانة الرجل على دبته صدق إصلاح ذات البين صدق نقف عند جوانب منها إماطة الأذى عن الطريق صدق نعم الإسلام حما هذا الكون بكل ما فيه وأعطى كل ذي حق حقه أن يفرط المسلمون ببعض الجوانب هذا غير مقبول لكن لا يعني ذلك أن نفضل غير المسلمين على المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فهذا آمن والحياة لو كانت هي الغاية من وجود الإنسان وبعد ذلك لا حياة لتنافسنا فيها كما يجب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الدنيا مزرعة الآخرة وقال الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء رب سبحانه وتعالى جعل الأرض مزرعة الآخرة ومن خلال عملك في الدنيا بصدق وإخلاص مع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون لك الآفاق الطيبة المباركة يوم القيامة ويدخل الإنسان الجنة عند ذلك بما كنتم تعملون أي اقتسام الدرجات أما دخول الجنة الأصل فيه المفتاح الرئيس بقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة هو الشهادتان لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نعرج على بعض المظاهر الموجودة عند غير المسلمين اليوم مثلا هناك خلال كبير ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الآن الذين يقولون المجتمعات النظيفة في مثلا الغرب أو عند غير المسلمين عموما المجتمعات النظيفة حقوق الإنسان جمعيات الرفق بالحيوان لو عدنا وتذكرنا إذا أردنا أن نقيم معادلة في هذا الجانب نضع الإسلام مع المسلمين في كفة ونحاكم ونضع غير المسلمين مع أخلاقهم وممارساتهم في كفة من الذي بالخطوط العريضة السريع بما يتسع له المقام من الذي أباد الشعوب من الذي قتل الشعوب من الذي استعمل القنابل التي تبيد الشعوب القنابل الذرية والنووية من الذي قتل ما يزيد عن 60 مليون في اقتتال همجي في أوروبا من الذي يكتب عن العصور الوسطى عصور التخلف التي كانت عند أولئك الذين كانوا يعدمون حتى في أماكن دياناتهم المحرفة يقومون بإعدام الناس لا لشيء إلا لأنهم اخترعوا لأنهم اكتشفوا الذي يكتشف الراديو يعدم الذي يتكلم الجاذبية يعدم الذي يكتشف بعض المسائل التي تتعلق نفطرق بالكهرباء يعدم هؤلاء لما اكتشفوا مثل هذا اعتبروا هذه الاتشافات هي مخالفة لدينهم المحور أو المزور أو المحرف فكانوا يعدمون العلماء نحن كرمنا العلماء ونحن حافظنا على الإنسان وحافظنا على الحيوان وحافظنا على البيئة وحافظنا على الكون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خذ مثلا عندما رأى رجلا يحد شفرته ويريد أن يذبح شاته وهي تنظر قال هل فعلت هذا قبل ذلك تريد أن تميتها مرتين إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة من الذي استعمر بلاد الشعوب من الذي أكل ثرواتهم من الذي عمل على تركيع وإذلال الشعوب في بلادها وقتلها ونهب ثرواتها المسلمون أم غيرهم فهذه جمعيات وهمية إن وجدت فهي تهتم بجزئية وليست شاملة وليست عامة طيب جمعيات الرفق بالحيوان مقتصرة في بلاد دون بلاد أين هي مفاعلها في بلاد المسلمين يعني أولئك في الغرب أو في غيره الذين يقولون إننا ندافع عن الحيوان فقط في بلادهم بلاد المسلمين يجعلونها ذريعة لقتل الناس واحتلال أراضيهم ونهب ثرواتهم يتحدثون عن حقوق الإنسان أين حقوق الإنسان عند المسلمين عندما دخلوا واستباحوا بلاد العالم الإسلامي وإلى الآن يقتلون بأبناء العالم الإسلامي وينهبوا ثروات العالم الإسلامي أين هؤلاء من ظلم الناس بعضهم لبعض وهم قادرون تحت ما يسمى بالمجالس التي عندهم سواء كانت أمم المتحدة أو مجلس أمن أو ما شابه ذلك في إنصاف الشعوب التي تذبح كما تذبح الشياء وفي هذه الحالة المخيفة المرعبة بينما الإسلام لما دخل إلى تلك البلاد نشر العدل والأمان والإيمان وأبقى الناس على ما هم عليه بشرط أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشتك به شيئا حتى باختصار لما كتبوا في التاريخ قالوا بعد التتبع وهذا كلام غير المسلمين قالوا لم يشهد العالم فاتحا أرحا من الإسلام والعرب أبدا ثم عندما سقطت بعض البلاد الإسلامية سواء بالتخلف أو بالاستعمار نتج عنها قال ماذا خسر العالم من حطات المسلمين عندما تراجع المسلمون وكانت الهجمة عليهم كبيرة وكبيرة جدا تقدم الغير وتراجع المسلمون ونعكس تراجع المسلمين أن تراجع أيضا غير المسلمين ولذلك عندما ننظر إلى الأندلس مثلا هذه البلاد التي دخلها الإسلام فأقام فيها علما وعمرانا وبنى الأرض وأكرم الإنسان كانوا سابقا لا يعرفون الطب ولا يعرفون هذه التعريم التي نحن عليه حتى في بناء الأرض من الهندسة وبشابها ذلك أتى أولئك فتعلموا عند المسلمين تعلموا عند المسلمين الطب وتعلموا عند المسلمين الرياضيات وتعلموا عند المسلمين قوانين الفلك وتعلموا عند المسلمين قوانين العمارة وهكذا نعم هم طوروا وزادوا في ذلك عندما دخلوا بلادنا أخذوا معهم الثروات ومنها الأدمرة الرجال ومنها الكتب المخطوطات إلى الآن معظم مخطوطات العالم الإسلامي إذا لم نجد عندنا في بلادنا نسخا لها نجدها في متاحفهم سوى في أسبانيا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في غيرها من دول العالم التي أتت إلى بلادنا فأخذت معها القيم التي سطرها آباؤنا وأجدادنا رحمهم الله تعالى وأرضاهم على كل حال فعندما ننظر إلى هذه الجمل نرى أن التفضيل نقول لهؤلاء يعني بالتأني السلامة والإنسان الذي يحكم عقله أكثر من عاطفة يصل إلى نتيجة إيجابية نحن لا نعمل على أن ندافع بطريقة عاطفية أن المسلمين في قمة التحضر الآن وإنما أن نفضل غير المسلمين على المسلمين بالجملة هكذا نقول المسلمون في دينهم لا يفضلهم أحد بنص القرآن الكريم في حياتنا الدنيوية ننظر نحن نتفوق على الغير ونتقدم وغيرنا قد يتقدم علينا في جزئية معينة هل أراحل استعمار بلاد المسلمين ليبدع المسلمون كما أبدعوا سابقا وصلوا إلى شرق البلاد وغربها إلى شمالها وجنوبها طوروا المعالم كلها إلى الآن في بعض المناطق كما في الأندلس أو كما في بعض الولايات في شرق البلاد كما كانت سابقا الاتحاد السوفيتي أو ما شابه أو حيثما وصل الإسلام يبحثون عن بعض التحف المعمارية ليعرفوا سرها إن في دخول الضوء أو في الرطوبة في الجدران عند وقت كل صلاة أو في مناسبات معينة هذا التناسك حيث يدخلون خبراء كبار من غير المسلمين ليعرفوا الأسباب والقوانين فإذا بهم يخربونها ولا يستطيعون إعادتها إلى ما كانت عليه فإذن الإسلام إن صح التعبير أطلق للإنسان العنان أن يكون عامرا للأرض ولكن أعود فأقول من باب الموضوعية والنقد الذاتي نحن إذا تقدمنا دينيا فإن إشراقة التقدم الديني يجب أن تنعكس تقدما مدنيا وبذلك تبنى الحضارة من المعنيين وهذا مفهوم الحضارة عندما انكتب في الحضارة وأسرارها وشروطها أن يكون الجانب الديني الأخلاقي وأن يكون الجانب المادي المحسوس أو الملموس يتكامل عند ذلك مفهوم الحضارة أما إذا زاد الجانب التديوني وعطل الجانب المادي فإن الحضارة تكون منقوصة والعكس الصحيح إذا كان التركيز على الجانب المادي وكان الجانب الدني منقوصا أو مغيبا أو مهمشا أو محرفا فإن الإنسان يغضو بعد ذلك ويتحول إلى إنسان غير طبيعي والتاريخ شاهدنا على ذلك يعني نحن لا نتهمهم كم حملنا لهم من حضارة وكم أكرمناهم بمعلومات ومواضيع وقوانين وإلى آخره وهم ماذا فعلوا بأنفسهم في أيام الحروب الأولى والثانية والحروب الباردة والعصور الوسطى وكيف كانت النساء تباعوا في الأسواق وهذا كل مؤرخ وموجود حتى غدا بعضهم يقول لو أن مشاكل العالم هذا وضعت بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام لا أوجد لها الحلول وهو يحتسي فنجان قهوة وهذا كلام المستشرقين وعندما ألف بعضهم كتابا في عظماء الدنيا وعظماء العالم وأخذ مئة شخصية ما وجد نفسه مستريحة إلا أن يضع شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رقم واحد أعود فأقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات ربما تكون مناسبة لهذا المقام ويجب على المسلمين أن يتذكروا ونحن عندما نقول لا يفضل المؤمن أحد من الناس في الكون هذا للجانب الإيمان بمآلات الأمور أما في الدنيا قد يتفاوت الناس حتى المؤمنون رفع بعضكم فوق بعض درجة هذا أمر طبيعي والآية التي ابتدأناها يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتعاركوا أو لتناحروا أو لتحاربوا ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه القيمة الأساسية الآيات يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نرى الختم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بينهما تناسب لأن آيات القرآن الكريم من الإعجاز القرآن التناسب في السور والآيات عبادي الصالحون الذين سيرثون هذه الأرض وتفسير الأرض له معاني عديدة منها الأرض هنا الدنيا منها الأرض بيت المقدس وبلاد الشام منها الأرض الجنة وبعض المفسير قال هي شاملة للكل لأن من ملك الأرض في الدنيا وملك بيت المقدس مع بلاد الشام وملك الجنة بفضل الله عز وجل كانت الآية شاملة لكل هذه المعاني وهذا مفهوم الوراثة أو الخلافة في الأرض قال يريثها عبادي الصالحون والصلاح هنا والصلاحية من حيث الجملة تنطبق على أمرين صلاح الإنسان مع الله في احترام منهج الله وأدائه وتطبيقه والجانب الآخر احترام الآيات الكونية أو القوانين التي بثها الله عز وجل في هذا الكون فكما أنا مأمور أن أقرأ الكتاب المصطور علي أن أحسن التعامل مع الكتاب المنظور هذا القرآن هو كتاب مصطور وهذا الكون هو كتاب منظور فإذا أحسنت التعامل مع القرآن الكريم الذي هو كلام الله وأحسنت التعامل مع الكون من خلال القوانين التي بثها الله وهي خلق الله أكون قد أخذت بالمبدأ الأساسي بالجمع بين قيم الحضارة أو أركان الحضارة أنا مع الله لأن الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله عز وجل اللطيف الخبير البصير العليم بما يحتاجه الإنسان هو الذي خلقه ويعرف ما ينفع وما يضر يعلم ذلك ربي سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا كما قالوا قديما لبعض الصحابة وبعضهم كان قبل ذلك في الجاهلية أشربت الخمرة؟ قال ما شربتها قال لما؟ قال إن العقل يأبى ذلك يعني مرؤة الإنسان إنسان يكون عقل يشرب الخمر يغيب عقله أبدا وفي عصرنا أناس تركوا الخمرة من غير المسلمين ما شربوها لهذا المعنى قال حتى لا يصبح الإنسان ألعوبة بين أيدي الصبية المهم هذا جانب أقيمه لأنه حق الله عز وجل الجانب الآخر هو الكون الذي أعيش فيه أتعامل بعه كما أمر الله عز وجل بمعرفة قوانينه فإذا استقاما أي الجانب الإيماني والجانب المادي الإنساني يصبح الإنسان في شخصية متكاملة ويصبح المجتمع مجتمعا بناءا يمكن أن يورث للغير بجملة أو بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تضمن بقاء المجتمع متناغما متعارفا متعاونا لا متناحرا أو متقاتلا أو كل فريق يحرص على الغلبة من أجل حقوق أو حظوظ الدنيا قال إن عبادي الصالحون قال إن في هذا هذا المرسوم هذا البلاغ بين الله عز وجل إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إذن تلازمت وراثة الأرض بمفهوم صلاحية الإنسان للوراثة مع وجود العبادة فأية حضارة تدعي التقدم بلا دين هي حضارة عرجاء مدمرة وأي حضارة أي تدين عارم وعالي وقوي وصحيح لكنه لا يؤتي ثماره يكون معطنا في جانب من جوانبه وسوف يسألنا الله عز وجل عن ذلك ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة هذه علاقة المتدين بحضارة الدنيا أو بالجانب المادي إعانة الرجل على دابته صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة لا تشمل إزاحة الحجر أو إزاحة قطعة حديد أو زجاج وإنما أن تميط الأذى عن الطريق بكل أنواعه ومن ذلك بسطات الخمور ومن ذلك التبرج والسفور ومن ذلك حالات المرابين الذين يجلسون على قارعة الطريق ومن ذلك وجود المتسولين وإن كان كلمة تسول لغة فيها إشكال الشحاذ الذي يسأل أما المتسول صاحب البطن الكبير المتدلية فكل هذه المظاهر ليست فقط إماطة الأذى عن الطريق حجر يكاد يتعثر به الإنسان نعم هي شاملة لكن شاملة لهذه المظاهر التي تؤذي الإنسان في دينه وتؤذيه أيضا في حضارته وتؤذيه في تعاليمه وتؤذيه في مرؤته وتؤذيه في غيرته وتؤذيه في حرماته لما النبي عليه الصلاة والسلام نهان أن نتطاول في البنيان لما؟ هل فقط من أجل البنيان خشة أن ينظر أو يطلع أحدنا إلى عورة أخيه نهان أن نتعامل فيما بيننا نفترض بالربا لا لأن الربا فقط محرم لأن الله حرمه لأنه يلحق دمارا بالشعوب والآن أتى العلم الحديث والمصرفية الحديثة لتقول ونحن على اطلاع متابعة لذلك إن كوارث الأمم في العجز الاقتصادي والأزمات المالية الخانقة الموجودة الآن ناتجة عن النظام الربا ولذلك وجد من غير المسلم من يطالب الآن بأن الحل هو بالعودة من غير المسلمين بالعودة إلى المصرفية الإسلامية أو إلى الاقتصاد الإسلامي كل النظم المالية تضررت بنسب متفاوتة في هذه المرحلة القريبة وأقرب مثال على ذلك الآن الأزمات المالية في أوروبا والتي كانت في أمريكا وأخيرها الآن في اليونان دول تكاد تزول الآن غير المسلمين من كبار رجال الاقتصاد يقولون الحل في الاقتصاد الإسلامي أو في النظم المصرفية الإسلامية أعود لأجمع أطراف الحديث فأقول إن المسلم بدينه وعبادته وتوحيده لله لا يعدله شيء قد يحاسب المؤمن على تفريطه نعم وعلى تقصيره في الجوانب الأخرى ولكن لو نظرت إلى الإسلام بالتكامل عند صنع أو عند صناعة الشخصية الإسلامية هو أخذ الجانب الديني وأخذ الجانب الدنيوي كما قال أحدهم ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل عندما ننظر إلى هذه الشخصية المتكاملة نراها ليست يعني غير مكررة لا توجد لكن نراها في النبي عليه الصلاة والسلام ثم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم في التابعين ثم في تابع التابعين ثم في الدول التي أقامها المسلمون بعد ذلك خلافة راشدة ثم الأموية ثم العباسية ثم مماليك ثم بعد ذلك العثمانية أيوبية عثمانية لو لم يكن الإسلام يحمل هذه المعاني أنه يستطيع أن يقيم مسجدا وعبادة وحفظة لكتاب الله وللسنة وللفقه وإلى آخر من علوم الشريعة ويقيم حضارة بالمفهوم المادي لما بقيت هذه الشواهد التي تدل على أن المسلمين كانوا هنا وأن المسلمين إن شاء الله يعودون ويرجعون إلى دينهم وأن الحكم للأغلب وللأعم بقيت نقطة أخيرة أود أن ألفت النظر إليها بأنه إذا وجد خلل في الأداء والتصر فإن ذلك لا يحكم على الأصل والقاعدة يعني إذا المسلمون أخطأوا في ترجمة إسلامهم إلى عمل في تطبيق إسلامهم إلى عمل في ممارسة إسلامهم إلى عمل فإن الذي أخطأ هو المسلم ولكن الإسلام بقي على ما هو عليه في نظارته وتألقه وعصمته بمجموع نصوصه ولذلك نقول أخطأ المسلمون ولم يخطئ الإسلام قصر المسلمون ولم يقصر الإسلام ولذلك نحن هنا نغتنمها فرصة إلى أن ندعو الناس أن ندعو المؤمنين أنه لا يفضل المؤمن أحد على الإطلاق ولكن ألا يجب على المسلم أن يكون السباق إلى تطبيق هذه الشريعة إلى أن يحسن عرض الإسلام أخي التاجر في أي نوع من أنواع التجارة يتفنن في عرض تجارته يسهر الليالية ويضمئ نهاره وهو يبحث عن حسن عرض التجارة من أجل أن يربع ألا تتاجر مع الله عز وجل مع العلم أنه لو أحسن عرض الإسلام كما يجب اعتقادا وممارسة وأخلاقا ودعوة وتطبيقا في العام والخاص لربحنا الدنيا والدين معا ولربحنا الدنيا والآخرة معا لأنه لا تعارض ولا تنافي على الإطلاق بين التزام بدين وأخلاقيات الدين وبين الجانب المادي الأخير بالعكس أنا في كل شيء لي فيه أجر قال عليه الصلاة والسلام إذا أدركت أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرس يعني القيامة تقوم ليست حرب مؤقتة قيامة تتغير الكرة وكذا وكل شيء تغير ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل فعلمنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل مطلوب وأن الأجر في العمل مرقوب عند الله عز وجل يعني أنت ترجو الأجر من الله وليس من الناس قال إذا القيامة بدأت علاماته وبدأت الزلزلة يدك فسيلة هذه الغرسة الصغيرة من النخل اغرسها فإن لك في ذلك أجر ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له أجر النبي عليه الصلاة والسلام يرحم كل شيء إلى درجة أنه لما مر عليه بجنازة وقف له فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا قال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا لما كان في بعض غزواته وصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون واحد من الصحابة دخل فوجد حمر طائر صغير عندها فراخ في رواية عندها البيض فأخذ فراخها فأصبحت الحمر تعرش وفي رواية تفرش أي تفرش أجنحته أو تعرش بمعنى تعلو وتنزل فوق الرؤوس فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بس حقوق الإنسان نظر إلى هذه الحمر فأدرك لهفتها قال من فجع هذه الأم بصغارها أو بفراخها فقال بعض الصحابة أنا أخذت ذلك يا رسول قال رد عليها فراخها اعتبر أخذ الفراخ من الطائر الصغير من عشها فاجعة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رد عليها ذلك ويرحم الشيات يقول هل حددت شفرتك قبل ذلك تريد أن تميتها مرتين الإسلام ليس فقط في الإنسان يهتم يهتم في كل شيء حتى في النظافة والبيئة العامة حتى هناك إشارة يعني في بعض الأحاديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كما في الإعلان الإسلامي الرباني العالمي في حجة الوداء في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا الذي يقومون به الذي صدر في الأربعينات هذا يعني يحتاج إلى نقاش وفيه ثغرات كثيرة جدا قانونية وأخلاقية لكن شوف الإعلان الذي أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج ووقف في عرفة وخطب الناس وكان من جملة ما قال أن أوصاهم بالعبادة الله عز وجل وأن لا يرجعوا كفارا من بعده وأنه لا يشركون به وأن كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه إلى آخر ما هنالك من أجل أن يعلم الناس أن الناس في الحياة المؤمنين على الخصوص أن المؤمن في الحياة مطالب أن يمتثل الإسلام في ذاته في أهل بيته في جيرانه في محلته في قريةه في دولته في قطره في الكرة الأرضية كلها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم شوف ضمانة الوجود المؤمنين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله 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 هكذا إذن المسلمون هم ضمانة بقاء الإنسانية بقاء سليما ولذلك عندما تآمر الناس وتراخى أو تراجع أو تكاسل بعض المسلمين عن إقامة الإسلام العملي إن صح التعبير تطبيقي الذي إذا نظر الناس إلينا قالوا هؤلاء المسلمون عمت الفوضى والكارثة على عموب الأرض الشعوب الآن كلها معذبة والشعوب الآن كلها تقتتل ويسرق بعضها بعضا وهؤلاء إذا نظر المسلمون ونحن سافرنا ورأينا في بلادنا وبلاد غير المسلمين لا يقول نحن نفضل غير المسلمين على المسلمين في جوارب المادية أخرج من العاصمة وانظر في أطرافها وانظر في المدن البعيدة قليلا أو القرى ترى القصور وترى البيوت التي لا يسكنها إلا الجرذان انظر إلى النظافة العامة عندهم ليست الشكلية التي تجذب السياح سترى العجب العجب انظر إلى مفهوم الحرية عنده عندنا حرية نعم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها ولكن بالشروطها وأركانها ووضعها في نصابها وانظر إلى حرياتهم وصلت الحريات عندهم إلى درجة البهيمية أو الحيوانية بل بعض الحيوانات تستحي أحيانا مما يفعله ويمارسه أولئك الفساد الذي عم وطم هذه الأمراض التي نقلت إلينا من خلال تلك الممارسات أمراض كما ورد في الأثر ظهرت فيهم أمراض لم تكن في أسلافهم ما أظهر الناس الفاحشة وعملوا بها إلا أظهر الله عز وجل فيهم أمراض لم تكن في أسلافهم نعم لهم إيجابيات ونحن لنا إيجابيات لكن نحن نفضل عليهم بفضل الله عز وجل كما بيّن القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا دخل الإسلام الإنسان في عقد الإيمان لا يفضله شيء وبعد ذلك يتفاوت الناس بحسب الدرجات دين ودنيا ولذلك الإسلام علمنا أننا نصلي حتى الجمعة على عظمتها وبركتها والناس يعطلون من أجلها بيّن أنه إذا قضيت الصلاة فانتشه في الأرض بعد ذلك تعمل عندنا شيء اسمه عطلة أنت تعمل حتى في الوقت الذي تستريح إنما تستعد لموجة تالية إنما تستعد لأمر آخر إنما تقوم على تحسين أداء أمر آخر الذي يؤتمن على الكرة الأرضية يؤتمن على الدين يؤتمن على الأعراض يؤتمن على الأخلاق يؤتمن على الحريات يؤتمن على كل ما في هذه الدنيا على دين الناس وأبدانهم وأبشارهم وأموالهم إلى آخر ما هناك وأعراضهم هم المسلمون ولذلك تاريخ الحياة يقول لنا نحن المسلمين نحن المسلمين إننا الجيل أو النوع الإنساني الذي يؤتمن على البشرية بكل ما فيها لأن من لا إيمان له لا أمانة له ولأن من لا إيمان له لا استقرار عنده ولأن من لا إيمان عنده لا يعرف كيف يعيش في الحياة بل يتخبط كما ذكرت الآية ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة ضنك حمل على عذاب القبر وورد في الأحاديث معيشة ضنكة أي في الحياة التي نحن نعيشها قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير أي في الدنيا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهذا يفيدنا معنا قاله بعض المحققين في الحديث بأن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أوتي القرآن أو الآية فنسيها بعضهم قال نسي القرآن أو نسي الآية يعني لم يعد يحفظها ولكن بعض المحققين يقول لا يحفظ الآية لكن نسي دلالتها ونسي تطبيقها ونسي تبليغها ونسي التفاعل معها بدليل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي نسيت تطبيقها والالتزام بها وترجمتها إلى واقع وكذلك حديث لا يزد الزاني حين يزد وهو مؤمن نحن لا نقول بأن المرتكب الكبير كافر أي لا يزد الزاني حين يزد وهو مؤمن بحرمة الزنا أو مؤمن بالطلاع الله عليه ومراقبة الله له وأنه تعالى شاهد عليه وسيسأله عن ذلك لذلك عندما يرى المسلمون أن هذا الإسلام إنما كان للالتزام بعد الإيمان ثم للتطبيق والنشر والإعلان وبيان ذلك بين الناس يمكن أن نحقق الخلافة المرجوة في الأرض كما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة وزود الخليفة بأن علمه الأسماء كلها من قوانين ومعرفة وأسماء ومسميات إلى آخر ما هنالك ليسلحه بسلاح عمارة الأرض وإقامتها إذا كان نحن عندنا الخط العريد نقول النظافة من الإيمان إذا كان نحن عندنا بالخط العريد أن المسلم عليه أن يتوضأ خمس مرات كل يوم لا يبقى من درنه المادي ولا المعنوي هو نظيف في بدنه ونظيف معنويا من سيئاته ومن ذنوبه وآثامه عندما ترى الفقهاء ينصون على أن المؤمن مطالب أن يغتسل في كل أسبوع مرة وأن يكون ذلك على الأقل مرة بماء حار وهذه جزئيات قد يستغربها الإنسان نعم الإسلام علمنا ذلك لأن الإنسان يجب أن يكون شمة في أعين الناس كما بيّن عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ينزلوا قبيل المدينة ثم أمرهم أن يغتسلوا وأن يلبسوا أجود ما عندهم من ثياب قال حتى تغدوا بين إخوانكم كأنكم شامتهم في أعين الناس هذا الإسلام وهذه الحضارة التي نفهمها والتي نؤمن بها والله أعلم بارك الله فيكم فضيط الدكتور جازاكم الله تعالى عن ما تفيدون به الأمة الإسلامية خيرا ونفع بعلومكم وفهمكم إلى هنا أيها الأحباب نأتي إلى ختام هذه الحصة المباركة وإلى حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة